وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بطلة كربل العقيل زينب السلام على قمر بن هاشم بالفضل عباس ورحمة الله وبركاته سيدي أبا عبد الله ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ضريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك ننشر السلام عليك معلنين الانتماء إليك مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وعادي محمد الله صلى على محمد وعادي محمد أعوذ بالله من الشيطان الغجيب بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفرني الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذابا جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات يومئذ فقد رحيمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادعون لا مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم نقف إجلالا وإكراما لقراءة صورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن العراق وعن المقدسات من القوات المسلحة والحجد الشعبي المقدس وعلى أرواح الشهداء الذين تم استيدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق فلنقرأ لهم ولجميع شهداء محبي أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآدي محمد الله مصل على محمد وآدي محمد نشر الله العلي القدير أن نسكنهم فسيحة جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين الله مصل على محمد وآدي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابنى رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأولياك معاديا لعداك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ان كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاء فضاه وقائدا وناصراه ودليلا وعيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم انصل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذا وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطلي وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك الله وإدراك الله برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغافتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا حسين